موسيقى تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية يحذر من رشي المطهرات في الشوارع كما يحدث ببعض الدول ويؤكد أن تلك الخطوة لا تقضي على فيروس كورونا وتسبب أضرار صحية الصحة العالمية قالت في تقريرها أن رشي المطهرات في الطرق والأسواق غير موصا به لقتل فيروس كوفيد 19 لأن المطهر يفقد تأثيره بتلوث الشوارع مشيرة إلى أن رشي الكلور والمواد الكيموية الأخرى سيكون ساما على البشر وقد يتسبب بالتهابات جلدية أو حساسية في العينين مردفة أن الشوارع والأرصفة ليست خزانات لعدوى كوفيد 19 وأن رشي المطهرات قد يكون ضررا بصحة الإنسان وثيقة الصحة العالمية قالت أيضا أن رشي الأفراد بشكل متكرر بالمطهرات غير موصا به تحت أي ظرف لأنه لا يمنع المصاب من نشر الفيروس ولا يساهم بعلاج أعراض الفيروس ولا يساعد على الشفاء منه الصحة العالمية تابعت تحذيرها من الرشي المستمر للأسطح في الأماكن المغلقة مستشهدة بدراسة بيّنت أن ذلك ليس فحالا متابعة أنه في حال استعمال المطهرات يجب أن يتم ذلك عبر نقع قطعة قماش بالمطهر وعدم تكرار ذلك كثيرا كذلك نبهت الصحة العالمية من شرب المطهرات بأي حال من الأحوال مشيرة إلى أن ابتلاع هذه المواد لن يؤدي لقتل الفيروس في الجسد بل سيلحق ضررا بالغا بالأعضاء الداخلية وربما قد يؤدي للموت وبحسب دراسات وبائية فإن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يلتصق بعدة أنواع من الأسطح لمدة أيام لكن خبراء آخرين قالوا إن فرضية مدة التصاق الفيروس قد تكون غير دقيقة وبحاجة لإعادة دراستها وتفسيرها والتأكد منها ينضم إلينا من القاهرة دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية أهلا بك دكتور مجدي وأمن بيروت سيد دومت كامل الخبير في حماية البيئة أهلا بكم على شاشتنا الغد أبدأ بضيف من بيروت سيد كامل يعني جملة من علامات الاستفهام والتعجب يا سيد دومت كامل الآن وبعد أن قامت جميع الدول برش الأسطح والحوائط والأرضيات بالمطهرات تفيدنا منظمة الصحة العالمية أن كل هذا لا فائدة منه والسؤال لماذا الآن؟ أولا الوضع التالي ما كان حدا عارف أنه الكورونا كوفيد ناينتين هو رح يكون وباء عالمي معظم دول العالم ما عندها جهوزية للتعامل مع وباء عالمي بحجم فيروس كوفيد ناينتين اللي صار أنه بلشت هالعالم بلشت هالعالم بمواجهة منا عارف شو عم تعمل بلشت هالعالم بوهم عم بتحارب وهم بمطارح كتيري عم تشتغل بأغلاطي كتيري وشفناها نحنا وأنا شخصيا كنت مطابع مطابع لعدد كبير من أماكن بالدول العالمية كيف عم تنشغل غلط وكيف كنت عم شوفها بعطيك مثل بسيط المعدات الزراعية اللي تستعمل بمكافحة الحجرات الزراعية كانت عم تستعمل بمكافحة فيروس مع العلم أن هذا الفيروس هو غبار غير منظور إذا بنحدد حجمه هو غبار غير منظور بالعين المجردة وانتشاره بشكل خطير من إنسان لإنسان الإنسان المريض هو بإمكانه يعد الإنسان للآخر من هون كان فيه أغلاطي كتيري بالعالم أول شي استعملت معدات مغلوطة كليا من كبت كميات عالية جدا من المواد يلي سميت معقمة مواد خطيرة جدا مواد سامة مواد مصرطنة مواد غير معروفة كل هذا سيد دوم الكامل مأخوذ في الاعتبار لكن هذا كلام ربما لمن ليس لديه المعلومة لكن منظمة الصحة العالمية دكتور مجدي كانت على مرأة ومسمع من كل ما يدور في العالم الدول العربية والدول في المنطقة الشرق الأوسط حتى في أفريقيا حتى في أوروبا حتى الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترش بالمطهرات وبعض أنواع الكلور حتى الإنسان كان من الرأس وحتى القدمين في فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب لماذا لم يأتي هذا التصريح في وقته وزمانه يا دكتور مجدي لماذا نحن كل يوم بنتعلم وبنتعلم من أخطاء كثيرة جدا ولكن برضو لازم حسب خبراتنا السابقة نحن في الأوباء وحسب الخبرات اللي نحن كسبناها من الدول التي نجحت في التخلص من الفيروس زي الصين أنا كنت متابع الأمر في الصين من البداية فواضح أن الصين كان الفيروس كان جديد وكانوا يستخدموا تعقيم الشوارع بالشكل اللي كنا نشوفه الرهيب ده وبالتالي انتقلت هذه الفكرة إلى الدول الأخرى أنا بدعو للتريس في عملية رشل المطاهرات وأكيد في المستشفيات هنحتاج أن نعقم الأسطح ونعقم الأسانسرات ونعقم الغرف ونعقم عربيات الإسعاف ومش حننسى الإيبولة اللي كان الوفيات فيها تسعين في المية كان بيبقى العربية كلها فيها دم فكانوا بعايزين يطهرها فكانوا بيطهرها بإيه؟ كانوا بيجيبوا الصوديوم هاي بكلورات اللي هو الكلور المنزلي كان بيخفف بعشرة في المية وكان بيقضي عليها ومش بس كده ده في التسعينات وفي أول الوباء أما كان فيه الإيدز كان كنا مستغربين نعمل إيه؟ نوع العرب اللي درسوا الإيدز وكان مستغربين كان فيه نقص المناعة فيه في الأول التسعينات فإحنا كنا بأقوى حاجة تقتل فيروس الإيدز والإيبولة وكل الفيروسات حيكون هو الكلور الموجود في البيوت اسمح لي يا دكتور مجد اسمح لي لو سمحت منظمة الصحة العالمية ماذا قالت؟ ماذا قالت في تقريرها؟ المطهر يفقد تأثيره بالتلاوية رش الكلور والمواد الكيميائية الأخرى سيكون ساما على البشر قالت الشوارع والأرصفة ليست خزانات لعدوى الكوفيد 19 ورش المطهرات قد يكونوا ضرا بصحة الإنسان هذه معلومات ليست بجديدة كلنا نعرف أن زيادة المطهرات تؤذي إنسان لماذا لم يصدر هذا التقرير في زمانه؟ مع بداية استخدام هذه المواد الكيميائية والقحول والمطهرات في العالم كله بأسر يا دكتور استغربوا من دلالات التوقيت ليس من الكلمات من دلالات التوقيت لها لا التجربة وبعدين العدد اللي شفناه يعني أنا مثلا من شهر فجئت بأم عندها تلات أطفال وهم هم الأربعة جايين عندهم حساسية في الإيد في اليدين وفي القدمين غريبة جدا إيه اللي عملتوه؟ ملكلور طب يستخدموه إزاي؟ بتديروا الشو على بعض إحنا مقلناش كده إحنا قلنا هنستخدم الكحول للأيدي والكحول ليه مزايا؟ الكحول فايدته إيه؟ إن الكحول سريع قوي حيقتل الفيروس إن هو مش حيسبغ اليد مش حينطس ريحته مقبولة ومش هيبم السبغة وهي كزا فيه شروط لاستخدام الكحول طب ما فيش كحول مش هستخدم الكولور للأيد نادرا قال لا يعني ما كون فيه خلاص يكون فيه دمه أو لشيء أو ثقبه ممكن هستخدم حاجة زي كده أنا نشاهد شخصيا عدة مرات أنا أنجري حما كون مسلا شغال بحطي إيدي فيه الكولور عشان أنا عايز حاجة سريعة وقوية دي حاجة نادرة ولكن احنا نستخدم الكحول ليد أما بالنسبة للأسطح خلينا نتكلم في البيوت ودلوقتي دخلين على العزل المنزلي وخلينا نتكلم في المطاعم لو فتحته أكذا يبا احنا عايزين نعقم الأسطح هتعقم الأسطح بأي مطاهر طبي أو الكولور خفيفه وعشرة في المية ولكن هنمسحه بقطنة وفي البيوت هنمسحها مرتين في اليوم في الأماكن اللي يتعدد فيها المصالح المستشفيات خليها كل ساعة مش هنضحب الناس ليه لأن احنا عرفنا أن الفيروس يمكس يمكس بقى يومين ثلاثة يام سبعة يام يمكس على الصد أنا هتركها على الصحة حتى هذه النظرية دكتور مجدي فيها تشكيك من قبل منظمة الصحة العالمية يا سيد كامل مسألة بقاء الفيروس كورونا على الأسطح وبالأيام أو لساعات أو حتى السويعات حتى هذه النقطة بها تشكيك الآن من قبل منظمة الصحة العالمية لماذا؟ بكل تأكيد بكل تأكيد اليوم بدأ جاوبك على سؤال ما قدر جاوبك على الدكتور منظمة الصحة العالمية لليوم لأخذت القرار هي كانت عملت عملت دراسات وأبحاث على الكميات اللي عم تنكب بالشوارع بدول العالم ككل وصار عندها مجموعة دراسات من جراء الخبرات اللي عيشت وشافت أنه هلا بالصورة اللي كانت عم تقطع شفنا ناس حطين على ظهرهم على ظهرهم مضخة مضخة زراعية وعم بيرش فيها هايدي مضخة زراعية ما قلت ما قلت ما قلت أي تعليق ولا بأي شكل تقدر تكافح فيروس هايدي مستحيل ومطارح كتير بالعالم شفنا مضخات زراعية حتى بمراكز بمراكز دول بمراكز بمراكز وزراء وبمراكز رئاسات وبمراكز عم تستعمل مرشة الظهر هايدي مرشة مرشة زراعية هايدي غير غير فعالة مطلقا هايدي عم بتكب كميات ما بنعرف شو اثنين كميات الكلور اللي من تنكب الكلور عدد كتير من أنواع الكلور هو يكون موجود اللي فيك فيه أنواع فيه أنواع كلور يسمح بها بمعدلات معينة تستعمل بأماكن وجود الفيروس اليوم هاي بيكون في عنا حالة بقلب منزل مصابة ومأكدين ببنية مفروض يكون فيه تعقيم بطرق علمية حديثة جدا مش بطرق مرشة زراعية وهيدي بشدد علي وهذا الناس متستعمل مرشة زراعية هل قالت عنها منظمة الصحة العالمية هل ذكرت ما قيلة حتى في التقرير أن رش الأفراد بشكل متكرر بالمطاهرات لا يمنع المصاب حتى من ناشر الفيروس هذا ما قيل السؤال يا سيد كامل أكبر من ذلك هل هل لك أكيد رح لعجوبك عليك هل حدثت الأمر وكون الفيروس جديد على العالم يا سيد دومت كامل هل يبرروا الأخطاء العلمية التي تتبع الآن عدم ذكر أي من هذه المحاذير أو المعلومات في توقيتتها الدقيقة هل هو مبرر ولا بشكل ولا بشكل بيبرر اليوم ما تمدين اليوم كل دول العالم عندها استراتيجيات وعندها خبراء وعندها وزارات وعندها وعندها بس ولكن اتفاجأنا نحنا كخبراء بيئة بالعالم نحنا اتفاجأنا بالطرق المغلوطة يلي في دول عدد كتير من الدول عم تستعمل طرق مغلوطة اليوم الإنسان يلي بيكون حامل الفيروس من داخله هالإنسان العامل الفيروس بداخله ما بتعمل شي لو 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 رشيته من بره ولو غسلته بالكلور ولو شو ما عملت ولكن الإنسان يلي بيكون ملوث عنده تلوث جاي من مكان فيه تلوث فيروس قاعد مطرح عنده تلوث فيروس ولا شك إنه إذا في حال عامتله طيابه بالطرق العلمية الحديثة مش بالمرشاة بتكون عملت إنجاز كبير وأيضاً ما بنعرف الحزاء الحزاء الإنسان عليه بين 300 و 500 ألف فيروس أكيد في حال تعقم الحزاء منكون مشبورين نعقمه قبل الدخول للمنزل وقد بدنا نفوت على مستشفى وفيها وفيها إصابات بدنا بده تكون الإنسان أو بده يكون لابس تياب حامي لقله 100% أو بعد ما بيطلع هو وفال اللي بده فيه طريق التعيم ما معينة بجوزة عملها هيدا الموضوع هيدا الموضوع وأكد لألك كخبراء إن إحنا عايشين هالموضوع واسع جداً وملزم باستراتيجية تقدمة منظمة الصحة العالمية واضحة هاستراتيجية الواضحة إن كان بنوع المعقمات أو معدات المطلوبة أو طرق العمل أنا بدي أقول لك إنه في أشخاص كتير اشتغلت منا مدربة ومنا عارف شو عم تعمل ولا شي طيب ولكن أنا اللي بدي أقوله هالأخطاء هيدا في حدا دفع تمنى هن الشعب بكل أطيافه طبعا الناس اللي دفع تمنى إنه بدي أقول بدي أركز على شغل كتير بدي أركز على شغل كتير مهمة إنه التنوع البيولوجي يلي عم ندمره والفيروسي الموجود والمطلوب يكون موجود هيدا خطر كتير كبير من هون بدعي من هون بدعي منظمة الصحة العالمية اللي وضع دستور سريع جدا بيتوزع على دول العالم كله وتمشي بالطرق العالمية لأنه هيدا فيروس هيدا من حشرات ما ومنظورة ولا منقدر ولا منقدر نشوفها بالطرق العالمية بد بالطرق بالطرق النظرية ولذلك مطلوب مطلوب استراتيجية موحدة لمواجهة الفيروس العالمية مسألة التنوع البيولوجي بالتأكيد تضررت بسبب هذه الأخطاء أو السلوكات السلوكيات الخطئة لكن أعود إلى دلالات التوقيت إن كانت في زمانها وتوقيتاتها الضقيقة لم يأتي هذا الضرر للتنوع البيولوجي وليس هو فقط من يدفع الثمن حتى الناس يا سيد كامل بتدفع الثمن جراء استخدام سيء للمطهرات بكل تأكيد دكتور مجدي أنا بد الأمر لم يقف عند مسألة رش الإنسان من القدمين وحتى الرأس بالمطهرات حتى الناس كانت تشرب الكحل وتشرب بعض هذه المطهرات ودفعت الثمن من حياتها ليس كذلك كيف يمكن إعطاها النصيحة الآن بس عشان بس ما فيش بلبلة عند الجمهور اللي بيسمعنا في العالم كله منظمة الصحرة العالمية حتى الآن لم تنكر دور الكلور في تعقيم الأسطح خلاص احنا بنكلمش على الشوارع مش هنخلي الناس اطلع في الشوارع وتعقم الهواء وهكذا لكن في الأسطح في المناطق اللي فيها تلوز في المستشفيات وفي البيوت ما زالت هتا تصر وموجود على المواقع بتاعتها ما أنكرتش دي واحد اتنين منظمة الصحرة عميئ ما أنكرتش دوله الكحول يبقى مش معنى أنا أسمح بالكحول إن أنا حشرابه أو إن أنا أغرق به الناس أو حطه على العين وهكذا ممكن الاستخدام العشوائي والكميات الكبيرة منه والاستخدام المتكر يعمل لي عمدي الناس اللي عمدها حاسيات حاسيات أمس حاسيات صدر حاسيات عين حاسيات جلد وممكن الآخرين اللي ما عندهم مش حاسية أما تعالوا لكميات كبيرة يتهاجي الغشارة المخاطن عندهم يجلهم الاتهابات بقي شكل من الأشكال وفيه ناس ممكن يجلل اختناق وميك ناس لو كبار في العمر وعندهم أمراض تنفسية مزمنة الاتهاب مزمن في الرئة مدخنين ممكن يموتوا من الاختناق يبقى دي مهمة أو إن احنا مش عايزين المغالاة والمبالغة والاستخدام العشوائي واحد إن احنا اتنين لن نترك الأماكن اللي فيها المرضى أو المشتبه فيهم أو العز المنزلي متاحة أمام الفيروس وبالتالي في 25% من الأطباء بيموتوا عشان بياخدوا العدوى بياخدوا العدوى ليه ما احنا عارفين العطسة وعارفين السعال ولكن هو سطح الخطورة إن هناك أسطح ملووسة ولا ننكر وجود الأسطح ملووسة أسطح ملووسة هي اللي بتموت دلوقتي ايد الباب الحاجة التي تستخدم عدة مرات الريموت الزر الأشياء التي تستخدم فيه سرير في مستشفى معلقة تستخدم كلها دي ممكن تبتأدي إلى وفاة شخص ما لو أخذ العدوى ومش داريان فلازم هذه تعقم وتطهر على مدارة 24 ساعة طيب طيب ما احنا عندنا مريح يبدي مهمة أول منظمة الصحة العالمية تابعت تحذيرها من الرش الدائم والمستمر للأسطح أقرأ لك هذه الكلمات الرش الدائم والمستمر للأسطح أنا أريد أن المغلقة مستشهدة بدراسة بيانت أن ذلك ليس فعالا الجملة واضح ليس فعالا الأمر ليس في الشارع ولا في الأماكن العامة ولا تعقيم الهواء حتى في الأماكن المغلقة يا دكتور مجدي هذه الكلمات تأتي على أماكن مغلقة أنت في مستشفى أنت في مستشفى أنت في بيت أنت عندك مريض دلوقتي هتسيبه لا أنت هجيب القبطة هجيب القماشة وحتمسح السطح الملوط بمعنى الأرضيات هتمسحها عدة مرات في اليوم لأن الفيروس هيسقط وحيكون موجود في الأرض فمسيبوش يبقى لازم مش قلنش هنرش عشوائي لكن كل السطح ملوث لازم أنت تتههروا على الأقل لو في البيت مرتين لو في المستشفى كل ساعة لو في المستشفى الحكومية حيبقى مثلا تقريبا كل ساعتين عدة مرات في اليوم وشوفناها في اليابان ونجحوا ولكن الرشي زي ما أنا شايف في الصورة دلوقتي عمالي رش في الهواء ده عشوائي أنا مش موافق عليه لكن السطح عشان نحن كده صح اللي أنت شايفه دلوقتي ده أنا شايف الصورة ده مزبوطة طيب ده اللي إحنا عايزينه في المؤسسات وفي اليسة حستمر قبل خمس سنوات طيب يا دكتور مجدي طيب أكمل لك أكمل لك بعض الكلمات وبحسب دراسات وبائية فإن الفيروس المستجاد كورونا يمكن أن يلتصق بعدة أنواع من الأسطح لمدة أيام لكن الخبراء هنا في هذه النقطة تحديدا قالوا إن هذه الفرضية التي تتحدث عن قدرات الفيروس على الالتصاق غير دقيق الصوت راح طيب هل طيب أذهبوا إلى ضيفي في بيروت يا سيد كامل إذا كانت فرضية الفيروس جديد بالنسبة إذا كانت فرضية الانتصاق بالأسطح الفيروس جديد بالنسبة للذي بيسمعونا هل سمعتني دكتور مجدي الكورونا إحنا عارفين الكورونا من زمان أنا أسمع أوكي طيب شوف حضرتك فيروس الكورونا بيعتمد كل الفيروسات الكورونا مش بس ده كورونا البرد أربع مجموعات بتعمل نزلات البرد دول كلهم بيسقطوا على الأسطح ممكن في مناطق البرد زي سربيبا ممكن يقعد 27 يوم على السطح مش هننكر دي حاجات معروفة قديمة ملايش دعوة في كورونا المستجد أو كوفيد دينتين إحنا عارفين إن الكورونا ممكن تسقط على السطح ما وميكون في برودة ممكن تستمر أيام دراسات كثيرة أصبتتها كون إنه في دراسة واحدة في ألمانيا صارت الشك ده عندنا دراسات كثيرة جدا تركمت عندنا وده اللي بيخلي إن إحنا الناس كلها أصبحت عرف العطسة وعرف السعال وعرف الماسك وعرف غسل الأيدي وما زالت تحدث حالات وما زالت يموت الناس وما زالت أطباء بيموتوا ومرضات بيموتوا في العالم كله أنا شايف إنه سبب الموت الأطباء وكذا إذ هو الأسطح ملواسة بيلمسوها مش مطهرة وبالتالي حتى الماسك نفسه ممكن يلوز وبالتالي يلمس الأنف والفم والعين فيه فجوة في المعلومة دلوقتي وعند ظهور بحث ما لا ينسف كل الأبحاث القديمة والكم الكبير من المعلومات المتراكمة إحنا كده هننسف كل المعلومات القديمة هنضع بلا أي نوع من الوقاية طيب يا سيد دومت كامل سؤالي الأخير لك لن نتسرع عند ظهور بحث ما أتفق معك دكتور مجد تفضل يا سيد دومت كامل سؤالي الأخير لك تضارب المعلومات وربما لحداثة الأمر وسرعة انتشار الفيروس كيف يمكن التعامل معها نعم كثرة الأبحاث التي يمكن أن نطلع عليها في اليوم الواحد كثرة المشروعات المتعلقة بالأدوية واللقاحات كيف يمكن للمرء التعامل مع كل هذه المعلومات وكيف يمكن حماية البيئة من جراء الأفعال الخاطئة يا سيد كامل أولا بالنسبة لحماية البيئة مفروض استعمال المعقمات العلمية أنا بدي أعطيك معلومة كثير خطرة في ناس عم بتجيب الكلور البودر البودر وعم تجي عم بتفوت على غرفة عم بتحط عم بتحط الكلور بالماء بالماء وتسكر الغرفة وتقعد وهانو هوني بيطلع عنا كمية الكلور السقلتو بيع 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 بخطير جدا بيضرب الرئتين بيضرب الدماغ وممكن إذا كانت غرفة مسكرة كليا يوصل للوفاة ولكن بدي يقوله في مواد أول شي أول شرط مواد حديثة جدا للتععيم تحديدا اتنين المعدات المطلوبة للتععيم بإشراف علمي من قبل الخبراء مش أشخاص يكونوا يشتغلوا تجارة هايدي الوضع العالي العالم اليوم دمر بين الخطط العلمية والخطط التجارية في شركات عملت عملت مليارات الدولارات من وراء الأغلاط وتسويق مواد غير صالحة وغير وغير علمية لأن لصالحة ما بتقتل الفيروس واتنين بتدمر البيئة بشكل جنون هيدا مواضية مفروض منظمة الصحة العالمية تحط إيدا على هالموضوع سريعا جدا تحدد أنواع المعقمات اللي تستعمل واين واين تستعمل اليوم الأماكن الموبوء الأماكن الموبوء الأشياء والأماكن العامة اللي ما في عندها وباء مش مفروض ينحط فيها شي نهيا أبدا لأنه وقتل أنت عم بتدور تنوع بيولوجيا عمره ملايين السنين هيدا شيء خطير كتير مش أنه عم علجنا أنه فتحنا المجال لتمدد الفيروسيات الخطيرة لأن ما في حدا ما في عندها تنوع بيولوجيا عم بيحربها هون هون النقطة الكبيرة اثنين المؤسسات التجارية والسكنية والدينية في عجالة يا سيد بدأ تعقيم من الداخل نعم في عجالة الوقت يدهمنا تفضل المؤسسات التعليمية والدينية ومؤسسات الحكومة اللي بيفوت عليها أشخاص كتير هون بدنا نعرف كيف شكل تتعقن ونرأب الأشخاص هل دخل عليها أشخاص مصابين أو لا هون بنكون نعملنا الخطة العلمية بإشراف بإشراف منظمة الصحة العالمية يكون عندها خطة شاملة لكل أرجاء الكوكب وننتبهوا الفيروس الفيروس هيدا منه لأيوم ولا اثنين أقله لا يكونوا لقوا نوجد طعم أو لقاح بالأحرى وبعد هالموضوع هيدا ساعة بينات تحدد بس ولكن الخطر موجود من هلأ لخمسة شهر أو ستة شهر شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيد دومتا كامل الخبير في مجال البيئة وأيضا الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحسسية ضيفي من القاهرة شكرا جزيلا لكم بأمان الله إلى لكم